فئات أكثر احتكاكا بالجمهور والأكثر عرضة للإصابة بخطر العدوى لحمايتهم وأحماية من حولهم دشنت وزارة الصحة حملات ميدانية متعددة لتطعيم العاملين في الجمعيات التعاونية وقطاع المساجد حملة تطعيم لجميع العاملين في المساجد والأئمة والمؤذنين وملاحظين للمساجد وهذا بعد تنسيق ما بين وزارة الوقافة الشؤول الإسلامية ووزارة صحة مشكورة حقيقة على توفير هذه اللقاحات للمقيمين والمواطنين في دولة الكويت عندنا حملتين طالعين في منطقة الجهرة وحملتين طالعين منطقة الفرمانية لتقطية قطاع المساجد اليوم مثل ما تشوفون الوحدات هنا وحدات في منطقة محافظة الحوالي لتقطية جميع جمعيات محافظة حوالي في صالة مشرف وعندنا أيضا وحدات في منطقة الأحمدي لتقطية جمعيات في محافظة الأحمدي بداينا اليوم في الفحيحل والعقيلة تم تخصيص حملتين متنقلتين للتطعيم في كل منطقة صحية فمن المتوقع الانتهاء من تطعيم كافة موظفي الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات خلال عشرة أيام أما قطاع المساجد خلال يومين العدد الكلي للمتوقع تطعيمهم من اتحاد الجمعيات عطونا تقريبا 30 ألف شخص وبالنسبة للمساجد تقريبا 4 ألاف شخص خلال أسبوع عشرة أيام حالا خاصين من جميع الجمعيات بالنسبة للمساجد اليوم باتر خاصين كلهم إن شاء الله باتر فيه طبعا جمعيات في العاصمة الخالدية الشامية اليرموك العديلية جدول زمن يمسوينا بحيث نغطي كل الجمعيات التعاونية بإذن الله 12 جمعيات تعاونية في محافظة حوالي سيتم تطعيم كافة العاملين في إصالة الأفراح بمنطقة مشرف خلال يومين اليوم جميع المواطنين والمتسوقين يتجهون إلى الجمعيات التعاونية فكانت في الموجهة الأولى تسبب لنا يعني بؤرة الوباء التي كانت موجودة أدت إلى أغلاق الجمعيات التعاونية تعاون مثمر بين وزارة الصحة واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة وإن دل على شيء فإنه يدل على مواصلة الجهود الحثيثة والرامية إلى رفع مناعة الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ولكسر حلقة انتشار العدوى لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت